عايزين بقى نشوف ليهنا حل في الناس اللي عايزة تسيطر دي انا مش عارف ايه حكاية السيطرة يقول لك اتباح لها القطة وبعدين ايه؟ المفهوم الجديد بقى طبعا نزع عقلها على حاجة قليلة وافور قوي وابقى مبالغ في تصرفاتي عشان تخاف تعمل الكبير او تعملي حساب فهنا الموضوع بيدخل في منطقة غمقة شوية هي بقى مش هتسكت فتبتدي هي كمان تحاول تفتعل مواقف فتبتدي نبتدي نعلي على بعض ونزيد على بعض فالعلاقة خرجت بقى من الدفع اللي كانت فيه اللي بقى هو صراع على حكم البيت فشايف ده ازاي وده جاي منين اصلا معنا عشان نقدر نعالج لازم نعرف جاي منين على فكرة ايمن النموذج اللي انت قلتين ده ده نموذج السازج البسيط يعني اللي هو صريح قوي ده اللي بيت بحل قطة وعايز يزعب لكن عادة الشخصية المسيطرة عادة مش هي اللي بتند او بتميل ايلا فكرة العنف او فكرة الاجريشن في الكلام لأ بقوا سهنات يعني؟ بقوا لا ده بيشتغل بطريقة اغرب بشرة طبعا اه سهنة؟ الانسلتيشن مثلا ما بيحاول انك انك تبوت يدعون بيسفه من اللي انت بتعمليه بيديريكتيو اللي بس معين عن طريق ان هو بيقولك اصداد ان باينك مش عارف ايه اصداد كذا اصداد كذا هو بيبدأ ده لطش في نرجسية شوية؟ افهمنا؟ لطش في نرجسية شوية؟ لا اللي هو شخصية برا نوعيش وعنده عنده حجب بيسموها الشخصية المتعالية اه اه يعني هو شكاك ومتعالي اللي هو دولوقت بيسقط على قدامه انه عنده مشاكل عن طريق ان هو يحاول الكنترول في وسائل كتير جدنا فيه ساينز ممكن بنقولها اكتر من عشرة دلالات لو شافتهم الستة او الراجل اه يعني مثلا الستة ممكن تعمل ليه في الراجل مثلا؟ ايوة تتحكم في رشوف مين وما يشوفش مين اصحابك ضير ما تروح لهمش بس بشكل غير مباشر الصحبك ده كان بيبصلي الصحبك ده ببرتحلوش فتبدأ هي بطريقة غير مباشرة بتوجه ده انه عمل مع الكنترول فعادة الناس مخدوعة الشخصية المسيطرة هي شخصية لحد دلعنيفة لا بالعكس ده متخافش منه اللي تخاف منه التاني السهن زي ما انت سميته كده خاف من الساكن اللي هو على رأيي شيرين عنده ده السيطرة وده هنا ده فانا اه انا احنا معاك طبعا لسه والموضوع لسه محتاج راغي ومش راغي يعني نقاش ويبحث شوية بس هروح لدكتور محمد معنا وفكر نهايك طبعا يعني برضو تخصصك ليه علاقة بالإدمان هل ده السيطرة ده النوع من أنواع الإدمان وصعب التخلص منه ولا لا ممكن لو فينا مثلا شريك حياتي او شريكة حياتي شوية عندهم الدق ده يتخلص منه بسهولة طيب عشان نوضح وطبعا موضوع أن فيه ناس بتحب تسيطر فيه ناس شخصيتها كده وفيه ناس عندها الاستعداد لكده بس أنا عايزة أوضح حاجة أن العلاقة في الزوجية ما بين طرفين هو مشروع مشروع بيتشارك فيه طرفين مع بعض فيه خمس أشكال للمشروع دي خمس أشكال أول حاجة أن الشخص الرزاقة اللي هو الزوج يكون مسيطر والزوجة تابعة هو اللي بيقود وهو اللي بيقود العلاقة والزوجة بتبقى تابعة يا إما رغبطا منها أن هي شايفة أنه هو فعلا لازم يكون هو المسيطر كان أنه هو ليه القوامة وهي تابعة أو استسلام بشكل ما ليه كبول زي محررتك قلتي أنها متقبلة ده نفس البترن ده العكس ممكن تكون الزوجة هي اللي بتقود والزوج تابعة وده ممكن نتيجة أن الزوج شايف أن الزوجة أقوى وأن هي لها رأي وأن لها مبدأ أقوى وهو شخصيته أضعف شوية أو في بعض الأوقات زي مثلا مرض الزوج أو حصل له مشكلة مادية في الشغل في العمل فبدأت هي تقود فبدأت هي تقود الأسر خدت القوامة خدت القوامة نيجي بقى للمرحلة الثالثة والاتنون دول ماشيين وبيبونك حين دول رضين وحياتهم بتبقى مستقرة وبيباش في المشاكل في نوع ثالث بقى إن الزوج والزوج عايزين القوامة ده بقى اللي بيعمل مشاكل وده اللي بيسموه جواز يوق على قد يومين شهر العسل يومين اتنين ديوك مع بعض اتنين ديوك بقى هي عايزة تفرد رأيها وهو عايز يفرد رأيه هي عايزة تقول لا أنا مش هسيبك تتحكم فيها وهو مش عايز يسيبها تتحكم فيها طب وفي الحالة دي فعلا المركب لليها رئيسين تغرأ غالبا بتبقى مشاكلها مستمرة بشكل كبير جدا إلى أن يحدث إن حد منهم يا إما يستسلم أو فعلا ممكن إنها تغرأ الحالة الرابعة بقى إن اللي اتنين سلبيين ولا ده بيسيطر ولا ده بيسيطر يبقى ياخدوا أهلها وأهله هم اللي بيقودوا الأسرة ودي تسمع كلام أهلها وتيجي تطبق وهو يسمع كلام أهله ويجي تطبق ودول الاخترافين الحالتين الأخرانيين دول سلبيين جدا وممكن يقدوا المشاكل الحالة المثالية هي بقى الزواج المبني على التكامل إن هما اللي اتنين عندهم هدف واحد هما اللي اتنين مبنيين على التوافق وإن هما اللي اتنين عندهم أهداف اجتماعية واحدة ومبني على التعاون والدعم والمسئولية أنا عارف الديوتي بتاعتي وبحاول أعملها لصالح زوجتي وهي عليها بردك واجبات تجاهي بحيث إن احنا اللي اتنين نوصل للهدف بتاعنا وبالتالي الخمس أشكال دول موجودين عندنا تلاتة منهم ماشيين كويس جدا ويقدوا إلى نجاح واستقرار واثنين منهم هو دايما نقص المشاكل اللي بيحصل لنا المشاكل الدنيا متقطع تلاتة من المشاكل تلاتة من المشاكل